والله عزيما حصل والله ايما حصل اليوم ده انا كنت اقتل عجنات كنت اقتله بيدي اخدت مقابل مادي مع الفيديوهات دي؟ لا معاني دياب بيقول ان كنت فقط على فلوس ايو ده صحيح بس ما تمش الاتفاق بسبب اللي حصل و بيقول كمان ان اجرب هدايا يا فانديم دي حاجة ملاش علاقة بالشغل اللي بنا انت دي حردك مش عايدي تصدقنا تصدقنا ارجوك بعدين انا لو انا لو كنت زي ما سعدتك فاهم ان انا متهم و جاي انا كنت ممكن عيش هناك و اعمل الفلوس اللي انا عايزها وديها يا كمان الفلوس اللي هي عايزها هي دي الحقيقة والله العظيم هي دي الحقيقة صدقني انا دوري مش ان اصدقك ولا كتبك انا دوري ان اوصل للحقيقة هي دي الحقيقة والله العظيم هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة موسيقى دي ما تكون عامل عاملة عاملة؟ عاملة ايه يا سيم بس؟ اللي بتقوله ده؟ هل انت يا رايق ما قابلتش يوسف اليومين اللي فاتوا دول وعملت معا حاجة؟ شقاوة يعني؟ شقاوة ايه يا بدنيا ما كله على اديكو احنا بقنا فترة مشيه جنب الحيط موسيقى ممسوك في ايه رايق؟ لا اناش عرفني ولا او عرف كتو عن زي النسوان مش عارف عامل له حاجة اتلاعي لساوه من قيم زمان ليه حق عند يوسف احنا مش عارف البلاوي اللي عملة يتحدف علينا دي قلنا نبطل الشمال ونمشي في اليمين لا الشمال نافع ولا اليمين عاجل هنعمل ايه تاناكد عام؟ يا عيوة بس مش ده برضو رايق مع كله ده لايه السعد مش قصة يوسف هم؟ عندك حق احنا مش قصة يوسف بس بات هرمي يا ابني هرمي خلينا نشيل معاك هرمي ايه واد وشكل ايه بس اقولك يوسف اللي مارن مش عارفة اللهم الزفت اللي وفي ازاي ولا دياب اللي سابنا عوك الواحدي ومشي ولا العقل بتاع طبيع حل مرباجه والمغزن ولا سيكا اللي قاعد في البيت مش عارفة ضربة تجيله منين هقول ايه ولا ايه بس ايه ابني التمالك مككبة على دماغك كده ليه ما كل مشكلة وليها حلال يوسف ومنه هطلع وديبوت ليه بيعط في اي حتى ما انت عارفة مش هتبقى بقى غير مشكلة سيكا اسمع بقى رايق واشتري مني يا ابني ماشي عمسين بقلي بيعو رايحني انا قلبي مش متطمن وبيقول ان ابني في حاجة مادام الواد الرايق كده بكده يبقى اكيد عامل مصيبة ومخبيها علينا ايه ده انتو مين سيكا فين ما او لو كان رسانة على الحوار من الاول كنت عرفت راسي من رجلين بس ها قدامك اوه ما تسألوا كده ماليش ليه ما قلتلك يا ميمي هالم لابط بس على مستوى عالي اقولك ايه اكتر من كده يعني ايه هيدخلوا لنا بجيش ولا ايه حتى لو دخلوا بجيش عليها الحرار من ايه اللي بقى طرب وندفينهم جواه لا لا يا مين الكلام اللي بقولولك عم ياسين ده هو الصح سيكا يغير عادته ويبقى في الامان ما البيت امان ابدوني ايه لقى هو بس اللي عوق شوية انشان نسأل كل واحد ان ترع فينه وجاي من ايه هايل واوي ايه ده جبت الخلاصة اسمع عادة سيكا تجيب شنطاتك وحالكم احتلك وتيجي على المطرح عندك تيجي مطرح فين عم ياسين ما ينفعش ايه ده اللي ما ينفعش يا ايه يا عم ياسين مش عايزين تتايل علميني تتايل علمين يا ده يا وزخي اعيب الكلام ده اسمع الكلام ده سيكا بس يسمع اللي اولو شرطة اخرنودي لو عكم بتشخر منتنايم تلاتة بالله العظيمة بعدك لأخوك تاني ده بصف نزع الموضوع ده عم ياسين يبقى بتشخر تا سمارة قطر ابو دوني عتش يا عم ينين مش عرض لاخوك ايه يا راي في واحد هنا مستنيك بيقول لهіч مابو ياحي تبدوا لي ايه منك لليلا يا حنا كويسين مستنيين ما طب في الايه ساباعات قاaborة فيا يا راي انطلب ونتفنو لهش يوها يا عماسين اهايه يا الرجالة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أنا وراي رجالة كتير أوي يولعو لك فوق من الحتة دي كلها باللي فيها ما تخلقش اللي يمس حد من الحتة دي وإحنا عايشين فيها ويطلع سليم الحري ما عندك فوق يا أخي اسألهم إذا كان حد فينا دايبهم ولا لا وبعدين أنا اللي تدخلني بيتك بالطريقة دي الباشا خوك المحترم الذكر اللي سرقني وخلني بعد ما وقفت جنبه ما أنت برضو لبسته في الحيط أنا لبسته في الحيط دي أنا كان ممكن أخلص منه واتويه وحطه في أي حتة بس أنا برضو عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك أبا هلطاني أبا طبعا هلطان الممكن تجينا من الأول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يا لعبود طب إحنا نسبنا من الكلام اللي مروش لازمة دوان أنا ليه عند أخوك لابتوب وشوية فلوز عايزه وإذا كان على أخوك والله إنه قلبه بيض نسمحوا فين اللابتوب ولا حاجة اللابتوب هيجيه لك إنما الفلوس دي بقى اعتبارها هداية دخلت علينا بيها هداية كبيرة ليه بمعامك كده ملكش أي حاجة عندك في حد شاف اللابتوب دا سيكا؟ لا طب بس أنا عايز أفكرك لو في أي حاجة حصلت أنت المسؤول قدامي جري يا بويحيا ما خلص الكلام ماشي وأنت رجلة طيب مش هوصيك بقى عايزك تفاهمه وتعقاله إنه ما يعملش كده تاني مع بويحيا ما قال لي خلص الكلام حقك معاك أنا بقى اللي بوصيك لما تشوف سيكا تاني بخد بالك مين استنى بويحيا لما طلعك الأول للشارع قصلت دخلت المنطقة دي والناس نايمين بس مش تعرف تخرج منا وهم صحيين